بأجواء روحية وخشوعية احتفلت رعية كنيستة الروم الكاثوليك في مدينة الكرك بالمناولة الاحتفالية الأولى لعدد من أطفالها وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران كيرجوزيف شبارة شارك في القداس كهن الرعية الأبول صبقاعين والأباء الأجلاء حكمة حددين وخالد شعبان وجور شراحة وسليم حداد وعدد من الأخوات الراهبات وذو الأطفال والأهل والأقارب وجمع من المؤمنين وبعد القداس الإلهي توجه الجميع إلى قاعة الرعية للقاء المطران والكهنة وتبادل جميعا التهاني